من جهة أخرى دائما بخصوص التشريعية تكد وزير والاتصال حميد جرين اليوم بي بي جي أن القنوات التلفزيونية التي لديها مكاتب معتمدة في الجزائر حرة في تغطية تجمعات الانتخابية للتشريعية المقبلة ولكنها غير معنية بمهمة بث الخطابات الانتخابية المباشرة وأوضح وزير والاتصال أن هذه المهمة ستكون من اختصاص وسائل الإعلام العمومية التلفزيون والإذاعة مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا الخيار من خلال اتفاقية مع مسؤولية القنوات الخاصة لا سيما التي تبث من الخارج ولديها مكاتب معتمدة في الجزائر وأضف جرين أن هناك خمسة قنوات تلفزيونية تابعة للسلطة سلطة الضبط السمعي البصري تخضع لدفتر شروط ومخالفته ستؤدي حتما إلى فرض عقوبات عليها قد تصل إلى سحب الترخيص منها نهائيا نطوي الملف السياسي ونعرج لاشانية تربوي